اليوم أول مرة بجرب فيها الذكاء الاصطناعي والمرة هذي بجربة على الفوتشوب بتشوفون اليوم أعياد كثيرة عندي تحدي الفوتشوب وعندي تحدي وصلني من بيتسا هت ايه نعم سمعتوني صح بيتسا هت جيميج مرسلين لتحدي خلونا نشوف التحدي بالطاولة اللي هناك مش هنا خلونا نشوف التحدي الخاص في بيتسا هت جيميج وهذا الظرف اللي وصلني منهم وموجود في داخل هل التحدي خلونا نفتح الظرف ونقرأ التحدي وحنا طبعا أهلا للتحدي أين كان نوع التحدي اللي يجينا بسم الله بيتسا هات جيمينج يتحدون ملازلز ومتابعينه العب طور المرتزقة رزدنت ايفل 4 ريميك شخصية ليون في القرية وجيب أعلى سكور عندك مهلة 72 ساعة اعرض نتيجتك في تويتر تاريخ 14 يونيو وتحدى متابعينك يكسروا الرقبك بمهلة 72 ساعة ستكون هناك جوائز قيمة للي يكسر رقمك تابعوا حسابنا على تويتر بيتسا هات جيمينج أتحد يعني أني أجيب أعلى سكور ونزل نتيجتي 14 يونيو بس أنتم لازم تكسرون الرقم هذا طيب الوعد يوم 14 يونيو أنزل نتيجتي على تويتر تابعوا حساب بيتسا هات جيمينج وبنشوف نوعية الجوائز اللي راح يحطونها بنفس الوقت أبشوف منه اللي راح يقدر يعلي على رقمي على فكرة اللي ما راح يتعدى رقمي ممكن الجوائز تكون لي أنا إن شاء الله يارب تكون جوائز كلها قيمة تصير لي أنا وما في أحد يقدر يعلي على رقمي أسطورة ريزدينت إيفل تمشي بدمي ما يحتاج والتحدي في اللعبة اللي أنا أحبها أجل نشوفكم يوم 14 يونيو على تويتر حساب بيتسا هات راح يكون بالوصف والآن خلونا نكمل التحدي الأقوى تحدي الفوتوشوب والآن بسم الله خلونا نوريكم الذكاء الاصطناعي من خلال الفوتوشوب للمعلومية أنا منزل نسخية نسخة البيتا نسخة البيتا هذه من أدوبي طبعا أنا مشترك عندهم أخذت نسخة البيتا اللي ما هي النسخة الرسمية نسخة زي ما تقولون لسه تحت التجربة موجود فيها الـ AI اللي يمديني من خلاله أسوي تعديلات وأشياء كثيرة الحين أبصدمكم أبفتح صورة أنا صورتها قبل شوي قبل شوي مصورها لو تلاحظون الصورة هذه يعني فيها أشياء ممكن أنا ما بها تكون موجودة الذكاء الاصطناعي كيف راح يساعدني في موضوع الصورة هذه مثلا أشيات العام مثلا أنا ما أبغى أجي هنا وكتب بالإنجليش طبعا لأن للأسف ما يقرأ عربي فهذه مشكلة كبيرة فأكتب مثلا remove this مثلا والذكاء الاصطناعي شي بيسوي الحين يبدأ يتعرف على الصورة يتعرف على المساحة هذه التحديدا اللي أنا محددها والذكاء الاصطناعي يشير الصورة ويبني مكانها شيء المفروض أنه الكلما هذه مكانها موجودة شوفوا الصدمة الآن يعني هذا الشيء راح يخدمني أنا شوف شالها شفوني يا جماعة شالها ولا كأنها موجودة على فكرة يعطيك ثلاث خيارات خيار الأول خيار الثاني خيار الأول فتخيلوا معي شوفوا أوريكم الآن هو كان لابتوب طرعا على الفكرة شوفوا أنا حاطت يدي عليه هو كان لابتوب الآن شاله وحط شال اللابتوب قصص من اللابتوب بس ما يبين هو من وراء بالخلفية ما يبين طيب أوريكم شيء أقوى الحين لنفرض مثلا المايك هذا بكبرى أبغى أشياله تخيلوا مايك كبير جدا كيف رح يتعامل مع موضوع مع موضوع المايك خلونا نحذف remove this يلا المفروض أن المايك يعني ما أخذ مساحة كبيرة وصعب أنك تبني مكانه صغره خصوصا لو مثلا شخص محترب بلفو تشوف بيتعب على ما يوصل للنتيجة هذه فتخيل معي ضغطة زر وحده وبس أقعد أشرب شاي وانتظر انتظر النتيجة النهائية كيف رح شاله وحط لي شعار نادي أتوقع أنه شعار نادي ذه صح لنفرض جدلا لنفرض جدلا ما عجب لي شعار نادي هذا أجي هنا وأقول لبعد remove this فأنا شغال شنو ممكن أقول بس remove بس ما يحتاج أكتب remove this بس أقول له remove وش بيسوي حين يقول أوكي خلاص معني بالشعار ذه خلينا نخلي التشيرت سادة أبيض هو قليش ما قدر يكمل الكلمة اللي هنا طبعا الكلمة اللي عندي هنا معقدة نوعا ما فهو ما يقدر يتعرف عليها لكن خلت تشيرت أبيض سادة للمعلومية ثمنيل حق لعبة ليزوف بي قدموا شلت المايك بكبرى لأني خط الصورة من نفس الجيم بلاي نفسها شلت الفيس كام وحطيتها بس المايك موجود طيرت أبو المايك فهذا الشي رح ينفعني طيب لي نفرض أني بشيل اليد أحس أن اليد كذا لا هذا مكان أنا ما به موجودة يدي وأنا مسوي كذا حبتين أبشيلها فأجي هنا وأقول لنفس الموضوع remove فهو شنو يروح يتعرف على اليد يعني بنشوف الحين تعالوا يا جماعة تعالوا يلاحظ لبسني ساعة أنا ما كنت لابس ساعة هل المايك كان مغطي علي يدي أتوقع أنا مغطي علي يدي بقى لبسني ساعة لبسني ساعة خليشي ليد الحين شار يدي ولا كأني كنت رافع يدي من الأساس ولا بعد حتى التشيرت كوالي التشيرت يعني عندي أنا معرفض شوي هو كوالي سوالك كوي مستعجل فتخيل معاي ثمنيل يخدمك فيه وعندك خيارات زي ما قلت شووا يا جماعة وقص الكرسي هنا لا خيار هذا خلاليس أنا شوف أن الخيار الأول الكرسي ينقص الكرسي ينقص شوف إذا تبي تكون دقيق معاه دقيق معه وقص الكرسي حاليا صح أرجع للصورة الأصلية هذه الصورة الأصلية صح إذا تبي تكون دقيق معاه ما تبي يكون يقص الكرسي يعني شو تسوي تجي عند أداة التول هذي حق القص وتختار اليد تحديدا تحديدا يعني أختار اليد مو شرط تحددها مئة بالمئة بس تختار اليد هي فقط اليد 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 هنا انا زي ما تقولون انا اخترت شي محدد شي محدد بالضبط يعني ما رحت اه ش اسمه حدد شي اكبر لا شي محدد شو شو بيسوي الحين ترى في اشياء اقوى من هذا تدرون انه يسوي بناء للصورة يعني دخلوا عندي صورة صغيرة بوريكم اما مثل بعد شوي ايوه الحين سوى ما شاء الله سود كرسي ثاني حط كرسي ثاني ورائي يعني نوعا ما اشوفه لنفرض اني انا بفرغ صورتي بس ما بي الكرسي اللي وراي خلاص وعطاني شال يدي يعني بس دقيقة الساعة دي بشيلها ما عجبتني الساعة دي بشيلها وبخلي بدون ساعة شلنا الساعة طيب الان مثلا بلبس نفسي نظارات سود مثلا نظارات سود يعني نظارات سود المفروض انه يحط لي نظارات شمسية هل تتوقعون راح يتعرف على موضوع النظارات الشمسية تدرون هذا الشيش يخدمك فيه يعني انت حتى ممكن تشيل حاجة من غرفتك وتشوف شكها طلح حلو بدون لا تروح تحركها مثلا البي سي لي وراه شي لحطي نظارات كشخني يعني مثلا بي سي لي وراه بدال ما اروح اشيلها انا انا كسول ما بي اشيل البي سي لي وراه انا بحدي عريو اشيل اشوف شكل البي سي لي شلته يطلع المكان كويس شكله فيريحني شوفوا الغلطة اني انا حددت خشمي الفرض ما حدد خشمي يعني بدأ يشتغل على موضوع خشمي بس نظريا نظريا ابيكم تشوفون الصورة دي معاي لو انا الحين نشرت الصورة دي بالسوشال ميديا وانا لابس النظارة هل راح يتهيئ لكم ولو اللي وهل وحدا هذا من الذكاء الاصطناعي مستحيل مستحيل راح تشوفون ان الصورة هذي واقعية وتم تصويرها في نفس المكان هذا يلعب ترى في بعض الاشياء بس يعني اللي يعجبك فيه ان يعطيك شدو لنفس النظارة يعني هذه النظارة عطاها شدو يعني خلى يعني عرف ان فيه اسقاط نور فخلى فيه شدو تحت يعني انا ما ادري هل يمكنني تحكم في الشدو ذا انا ما ادري بس انها عطاني تحكم في الشدو هذه هنا الصدمة الكبرى طيب ابخلي يشيل لحيتي خلي يشيل لحيتي دقيقة بدكم متشوفون شكلي بدون اللحية صح تمام لا كذا لا كذا غلط كذا غلط برضو كذا غلط حول ولا قوة خلينا نشيل نظارة طيب لا كذا واحد يعني يتعالج هذا شكلي بدون اللحية تمام مو اكيد تمام مو اكيد بس هذا شكلي بدون اللحية اللي يبي يحب يعني بس مو اكيد ترى يختلف الموضوع ودي مثلا اخلي هنا سبوت لايت هنا هنا بالضبط سبوت لايت خلونا نجرب تجربة تجربة علمية هيدا هو حط سبوت لايت بس خلى سبوت لايت هنا عند راسي ما ادري شى الحكمة من ان يكون ورا راسي كنت بايه ورا انا حلو لا 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 والله قوي والله قوي ليش انا اقول قوي ابيكم تركزون على السماعة السماعة عليها ريفلكشن اللي هو الانعكاس شوفون عليها انعكاس السماعة يعني مسويلك سبوت لايت وراي وبخلي في انعكاس الآن خلونا نجرب نحط على التيشيرت مثلا نكتب ريزيدنت ايفل لوغو ريزيدنت ايفل لوغو خليشو هل يقدر يروح يتعرف على ريزيدنت ايفل لوغو يجيبه من النت وروح حطه علي يطبع طباعة يعني اسئلة كثير في بالي صراحة بس انا عاجبني حاليا موضوع ان الذكاء الاصطناعي اذا كان كذا ممكن يخدمنا بشكل كبير جدا لكن مو مية بالمية يعني لحد يعول عليه يقول والله خلاص ان الذكاء الاصطناعي مية بالمية شوف ما عرف ريزيدنت ايفل ما تعرف ها حط ريزيدنت اي من انجين ما انتش كاتب حط ليش ويش ده حط ليش عارة الف الف ما يعرف ريزيدنت ايفل ما يعرف ها فقام يالف حتى يالف كلمات من عنده الموضوع صارع شوائي بس اللي اللي صراحة شي قوي انه يسوي لك تدرجات على نفس التيشيرت يعني ماخد تدرجات مو شي كذا لوغو جايبه من النت وقاط لا مسوي تدرجات له يعني هذي الصورة الحين لو بنشرها زين مو كذا اي احد يشوف المبعيد يقول هذي الصورة فعلية حقيقية يعني الان عندي صورة الشباب حمد الحنوتي يوسف السبع وزيزو تايقر وورا في بالخلفية ستيف اوستن السؤال هل يقدر يجيب صورة اوستن لحالها يسوي لها بناء خلونا نجرب الذكاء الاصطناعي هل يمدي يبنيها شاسوي بس اضغط انتر بس فقط اضغط كذا انتر بس هل راح يقدر يبني شخصية اوستن من الذكاء الاصطناعي طبعا هو مفروض انه خلفية ورا وستر كبير هذي ترى على الفكرة هذي قديمة مرة الصورة من يوم اللاعبين الفين وخمسة عش خلونا نشوف سلامات سلامات هذا ستيف خوستن عطب وجه الرجال بس انه سوى بناء لكن السؤال اللي طرح نفسه الان انا مثلا مثلا جلس نسوي بناء صح للصورة خلينا نسوي مثلا كذا 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 تمام كذا وكذا نجي هنا الان بسوي بناء كامل للصورة بكبرى مع ستيف اوست مع كل شي يلا بسم الله الله سوى بناء خلى يوسف حافي خلى يوسف رجلة هذيك مقضومة ما كولة زين ورجل الآن يا حافي الحنوتي ضبطة والله ضبط الحنوتي صح هناك طبعا واحد هنا كأنه عاملوا مع كياس توجيه من محل قطة كياسه زين حط وراء ارفف هنا مادل قام يشتغل بالطريقة على شوي خلنا غير الصورة شوي هنا هنا كأنه افضل صح كان افضل ولبس يوسف لبس يوسف حلو شوزات كويسة ولهناك ما ادري مين اللي جالس بس انه تمام جميل كأنه ضبط الصورة هي هنا اه لا يوسف كذا حافي افضل بس دقيقة انا بعد عذي شي اشغل بالي كبير جدا خلونا ناخذ الصورة الاصلية نسوي الى نسخ ونفتح صورة بدالة ونحط الصورة الاصلية هنا لا 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 نسخ نسخ بس تمام شو بسوي الحين بحمد الحنوتي شوف شو بسوي بحمد الحنوتي لازم اخوياي لازم نستلمهم صراحة لازم لازم نستلمهم نضبطهم ونستلمهم لا نستلمهم نضبطهم اباج عند حمد الحنوتي وحدد من هنا وحدد فقط التشيرت حقه من التشيرت قصدي الثوب حقه طبع ماسك جواله فاتح الواتساب ما ادري كان يكلم مين يمكن كان يكلمني انا لان انا كنت يوم اللاعبين اول يوم لعبين حضارتها تخير 2015 والله يصارت في قصص تدرون يوم اللاعبين هذا يعني يوم حضارتها اللي سلموا عليه في ذاكي اليوم والله والله جدا اللي سلموا علي يمكن يمكن اقدر اعدم لكم يمكن عشرة خمسة عشر اللي سلموا علي فقط الكلام ذا 2015 سبحان الله جيت بعدها بسنتين 2017 طوابير والله العظيم ومعنا 2017 يعني مش الان 2017 طوابير طوابير ما علينا مسافة الطوابير الحين خلينا اللبس بدلا يمكن يجين يوم ريام احد يطلبني يقول له انا في واحد واقف وراي نشبة شيلة ولا تعالي ولا دنا لبست ملابس ما حست عليها القيمة غير ملابسي بالله تكفى اشتبي تلبس مثلا 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 والله لا يقع عليك الحنوتي والله خل الحنوتي صح كأنه تعرفون الخياطين الخياط كذا اللي دخلت عليه عشرين رمضان كذا بتفصل ثوب عنده نفس كذا بالضبط تمام بس والله خل الحنوتي لبس اللبس الثاني وقعد وقعد شغل مافيات ها كنا طالع من فيلم سكارفيس كذا لبعده لا هذي لا لا حنوتي لا كذا والله الحنوتي جاز لي انا كذا شوف الحنوتي كويس تمام طيب نيجيك يا يوسف ايش فاتح بجوالك انت يا يوسف بعدين يا فضحك طيب يا يوسف تعال يا يوسف اللبسة بدل لازم اخوياي لازم تجمل فيهم ونضبطهم ونطلحهم في هيئة جميلة هل حنوتي حاليا عجبني على فكرة الصورة هذي يعني بنزلها يعني ممكن بتويتر كذا زين وحلطها كذا وبشوف ردة فعل الناس لا يوسف لا لا صبر صبر يوسف صبر اوكي تعدل قاعدة كليش تعدل قاعدة كليش ليه عدل قاعدته شوف ركس ركس عدل القاعدة جميل لا ما عجبتني يوسف لا 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 يوسف انا اضبطك انا اضبطك عندي عندي تعال عندي انا ضبطك اضبطك منذ الحنوتي اقعد يا يوسف الكبتن الطيار اقعد يا الكبتن الطيار خنا غيري شوف اقعد لا لا خليك كده الكابتن الطيار زين الكابتن الطيار يوسف بس بعد اذنك دقيقة دقيقة بعد اذن يوسف انا قلت احذف الكاب ما قلت حط كاب هو حط كاب يلا مو مشكلة حطت الكاب كويس هاي يوسف ضباطتك 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 طيب بخصوص زيزو تايقر زيزو نعلمكم لان زيزو مسؤول عنهم مسؤول منهم على اللبس هذا اللي هم طالعين فيه هو المفروض الحين انه مسؤول عنهم المفروض من زيزو يكون مسؤول عنهم تمام ونطلعوا ما اطلع على الحلوة دي فلازم زيزو يقول ايوا ايوا يا السلام يا السلام ايقا لا شوف عيال شرايكم انتم اين الضارة تصلح زيز يعني على حسب ها كلهم ضبطين كلهم صح جايين كي 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 رفض هنا هنا دقيقة بس نشيل هذا طالع عمرك حطلك شعر طالع عمرك انا ادري ان عندك شعر ادري انك ما تصلح يا زيزو انا عارف بس بحطلك شعر انا خاص هنضبط زيزو يعيال اقعد يا الشعر اقعد اقعد ايه ايه هذا الكلام الصح هذا واحد مسؤول منهم خلاص واخر انت يا تول هذا الكلام الصح هذا الكلام الصح تحس انه فعلا شخص مسؤول منهم شخص مسؤول منهم حاطل يديك الفارقة طالع عمره يكون الضارات وحركات وابد طلعتم من المودة اللي هم في ابد طلعتم من المودة انا اعجبني صراحة الموضوع اذا شفتو كون جماعة نجيب صورة ثانية للشباب صورة جديدة طيب دقيقة ترى انتم بالرياض شباب انتم بالرياض يعني ايه ليه كذا مستنسين مرة يعني انتم بكونوا بالرياض يعني وليش العيال اللي جوا من الديرة ها العيال اللي جوا من الديرة زي كذا يصورهم بكل مكان بالرياض ما علينا ما علينا طيب لبس ما شاء الله تيشيرت بلاستيشن وماني كوي حلو حلو طيب يا حانوتي حانوتي اول شي باعطيك شغلة حلو مرة حلو يا حانوتي حلو قبعة القش حلو مرة صغيرة مرة قبعة القش حتى حاولنا يعني نجيب لوحدة مقاسة ما قدرنا تمام طيب الان دقيقة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الكلام ذا. بسم الله ان شاء الله الحنوتي انا اليوم تجملت فيك ان شاء الله. اقعد يلحنوتي. اقعد يلحنوتي. دقيقة دقيقة. لا لا لا. مين ذا معانا? مين ذا? مين ذا بخالد تعرفه? هذا بديارد صغير حق ابو خالد جعله معاه. بس لا دعيال انا جاز لموضوع ذا دقيقة. انا جاز للموضوع ذا. اقعد يلحنوتي. حنوتي شف شكلك كيف ها. ها حنوتي في حال انك يعني كنت بتشوف البدي حقك كيف بكون. اذا دخليت مرسوم. بكون زي كذا. تشوفي بخالد. اسعى للموضوع ذا. فكرني ناسيك يا يوسف. انفكر اني انا انساك اضبط ابو خالد. وابني له جسم عضلي. كتلة عضلية كاملة. وانساك انت يا يوسف. والله بحق. الحين تشوف اضبطك. حين لاني. حين لدي خلاص. خلاص هذه هذه. هادي اوكي. طيب وانا والله عيب. والله عيب. حتى يعني انتم داشين نادي. وكل واحد ما شاء الله مجسم. وانا الوحيد بينكم اشعارة النتفة. بس كيف بتعامل انا ليدين ورا اذا ضبطت نحن وترك يدين اليو. بهذا اش قاعد يسوي? عبيبي ذا راح لبسني تيشيرت. راح لبسني تيشيرت يا رجل. اوه اثري يوسف ناكبنا بيده يومنا يرافعها كذا. ولا نكبتنا يوسف انت شاف. او حاط لي تيشيرت زين. بس عادي كذا نتعاكف يد كورا كذا. ترى على فكرة اليد هذي يدي يوسف. هو عاكفة مطلحة بحركة لوفي ما يقدر يسوي الحركة دي بس يوسف الوحيد لي يقدر يسويها. فعكفت يديا حلوة دي. وانا لابس تيشيرت. اخضر. ما ادري وشكستي بنتيشيرت دا بس لابس تيشيرت اخضر. وبس وهذه صارتنا اطلع الجميلة دي. الان جبنا الصورة لابو نايف وهو جالس في البر. تمام? متربع. ودنا نحط عند ابو نايف هنا سيارة. يعني ابو نايف يعني ما اقول انت يعني ما عندك سيارة لازم عندك سيارة هنا. وتكون دفع رباعي. كار فور باي فور. تمام? وضبط لك سيارة يا ابو نايف وان شاء الله ان شاء الله يجيب لك نيسان. نيسان باترول. ان شاء الله. يفهم ابو نايف الذكاء الاصطناعي. يفهم ابو نايف حط باترول. فعلا حاط السفاري. شف? هذي بالذات. هذي بالذات ضابطها بس الاسطب حقها معفوس. بس شوفي جماعة الخير. افرضوا ما اعجبتني الصور دي. اروح ثاني مرة واكتب كار فور باي فور. ما اعجبتني اسوي ثاني مرة. كار فور باي. يضبط الا ما يجيبها. بس السؤال هل هو كتبت اسم السيارة يجيبها? هو كتب نيسان كار. يجيب سيارة نيسان. اوكي جاب سيارة معترضة بس ما ندري شنوعها. هذي هذي ضابطة. هذي ضابطة صح. من بعيد ضابطة. طيب هنا نحط باعر. نحط باعر يطول العمر. ابو نايف. نحط وراه بعير. بعير وراه كده وراه ابو نايف سيارة ابو نايف هنا وراه في بعير. لازم كده. سيارة تخيل لازلوا واحد يدفكر. في كيف تنشئ صورة يعني مثالية. وقا شابته بس دقيقة دقيقة. هنغير شوي. هذي تاخذ سلفي مع ابو نايف. هاي تبتاخذ سلفي مع ابو نايف بس دقيقة خانشو الشكل. لا دقيقة انا ما عجبني موضوع البعير اللي مضلل لراسة اذا ما عجبني. لازم شنو لازم شنو لازم اني اروح ورا شوي. عرفتم ورا شوي. بعدين اكتب اسم البعير. لا لا دقيقة هنا كده. لازم ورا يمكن هو يحط ورا في بعد بعيد. عرفتم. هلا اكتب جمل. نشوف الحين كيف بيجيب الجمل. انا ابيل الجمل يكون مو عند وقف راس ابو نايف. لا لا بيه ورا شوي. ارجع ورا. خلا شوف. لا اخذك شوي يقرب الجمل. حبيبي الجمل اللي يطلع غصب بالكاميرا. لا ما نبي. اي يا ابو نايف اضابطك حن ابو نايف. اصبر بس. هذا بعير ضابط زين حوله. ضباطنا الحين شف جيب بعير ورا زين الان ابحط آلة موسيقية مع ابو نايف. هل يقدر? السؤال مهم. اوكي نحط نحط نحط. نحط قيتار. قيتار ما يعود. اه خانشوف هو يضبط آلة موسيقية بيد ابو نايف ولا لا? هذا السؤال مهم. حطيت قيتار. هل بيحط قيتار الحين? والله حط قيتار بيد ابو نايف. بنايف بيد قيتار دقيقة خنشوف هنا كينه بعد ثانية. لا لا رجعنا 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 دين. ايوا. اقعد يا ابو نايف. اقعد. بس هذا ممكن الانسب عرفت كأنه عود من بعيد صح? كأنه ابو نايف ما سكعود من بعيد. تمام. بس يدك هنا دقيقة خانه نحط يد هنا. هو صح انت ماسك الحين القيتار. شنو انا ودي احط الهاند هنا. حط يد اكتب هاند. هاند لازم نحط لك يد عرفت. بس انا شوف حاليا الصور دي تم بناءها بشكل مخيف. تم بناء الصور دي بشكل مخيف. يعني كيف? شفت شف شف يا جماعة حط لا يد شف غير اليد معجباتك. هذي الانسب. يد اجماعة قاعد يضبط الصورة بشكل مخيف. قاعد يضبط الصورة بشكل مخيف. هذا ابو نايف ماسك القيتار. وورا سيارة. ولا بعد. طب انا اصدمكم. ابو نايف بعد. احط جنبك ساقر يا ابو نايف. ها. هاي ابو نايف احط جنبك ساقر. نبي حط ساقر. ايوه. غير ساقر. والله يا جماعة الخير زبطنا ابو نايف بصورة من الذكاء الاصطناعي. شوف يا جماعة الخير بالله طالب. ساقر امريكي صح? ساقر امريكي ما ينفع. يلا. بس شوف شوف. ساقر. جمل. سيارة دفع رباعي. آلة القيتار مع ان ابو نايف ما ادري هل يعزف قيتار او لا. بس آلة قيتار. نعتبرها عود. تمام? والله يعني صراحة. حقيقة يعني. والله قوي الصورة. والله صراحة يعني. لونه مثلا ان قارن الصورة دي. شيل 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 شيف ركزه ركزه. شيل. شيل. عمتوا بركزين. بركزين شو شو. شيفتوا يا جماعة. عدلنا ام الدنيا حطينا اشياء كثيرة. حطينا اشياء كثيرة. يعني الصورة تم بناها بشكل مجنون. بحيث ان اوكي ممكن انت من الوهل الاولى صيد انها ذكاء الاصطناعي. بس انت. لو واحد ما يعرف ابو نايف. بكل هذه الصورة صدقية. طبعا يا جماعة هنا تكون نهاية الفيديو. انا ودي اطلع واشطح باشياء اكثر. تمام? لكن اول شي في محاذير. الشي الثاني ابي اشوف حماسكم على السلسلة. انا اقدر اسوي جزء ثاني منها. جزء ثاني. وعطوني افكاركم. اي فكرة في بالكم زين اكتبوها لي. عادي اكتب لي افكار شاطحة زين. انا بحاول اخذ الافكار الشاطحة ونفذها في فيديو ثاني. بس شنو ابي منكم? بس ابي لايك. بس. طق. طق اللايك. طب شير والله بس شاطحات. بتشوف اشياء كثيرة. انا حاليا بس جربت علي وعلى اخوياي وعلى ابو نايف. ما ودي اشطح اكثر من كذا. لان الافكار واجد. الافكار واجد. الافكار واجد. الاشياء كثيرة يعني اللي قدر اسويها. بس عنا نبي مبدأ انه شنو? انه حماسكم على السلسلة. انه نسوي فقرة ثاني للذكاء الاصطناعي. ومو شرطكم بالفيتشوب. اذا تعرفون برامج حق الذكاء الاصطناعي. برضو منشنوني عليها في تويتر. تجيني في تويتر. عبدالله ترى البرنامج جدا خطير جدا في الذكاء الاصطناعي. يسوي كده يسوي زي كده يسوي زي كده. انا افهم الفكرة اللي موجودة فيه. واروح انفذها في فيديو ثاني. تمام? شكرا لكم على المشاهدة. انا راكم ان شاء الله على خير. بتسوني يوم 14 بنزل نتيجتي في لعبة ريزدنت ايفل. بالطورة المرتزقة. وقتها لا شفتوا نتيجتي. انتم عندكم بعد مهلة ثلاثة ايام. يعني انا عندي مهلة ثلاثة ايام. انتم عندكم مهلة ثلاثة ايام انتم ثلاثة ايام. بني يعني عندكم خمسة اعش ستة اعش سبعة اعش. ثمانة اعش يعلنون الفائز. الجوائز شيني? بتويتر يوم 14 راح نذكر شين الجوائز. والجوائز تراها قيمة. والموضوع شنو? اللعب وجيب نتيجة. بس مو تحدي كبير جدا. شكرا لكم على المشاهدة. نراكم على خير. السلام عليكم.